السلام عليكم انتمنى تكونوا بالف خير اليوم غا نقدم لكم صلصة ديال بيزا اه كجي رائعة حسن من الكاتباء على برا صلصة منزلية وسهلة تتحضير عندي هنا اه ربعات مطيشات كبار قطعتهم بالقشرة ديالهم مغسلهم زيان معلقة كبيرة ديال سانيدة تهرس لنا الحموضة دماطيشة مكتبقاش حامضة شوية ديال الزعتر شوية ديال الملحة مكنش عندي هنا التومة اه خضرة قدرت تومة حبوب صافي ساهلة غادي ندير كل شي في كوكوت غادي نسد عليها واحد عشرات دقايق ولا ولا ربع ساعة على حسب كل النار ديال البوطة ديالكم هنحك الزعتر نسيت ما ذكرتش واحد اربع كاس ديال الزيت البلدية قديرو هتا هو نسيت ما ذكرتش تومة وضيفو الزيت البلدية واحدة ربع كاس صافي وغادي نسد عليها خليها اه واحدة اربع ساعة هكاك بعد ما اللي تعليها توما تشوفو هنطحنها بتحان ديال الصوبة باطور ديال الصوبة هنطحنها مزيان انا دارا ان انا ما طيشا خرجت لي ما حمراش بززاف غنزيد لها واحد معلقة كبيرة ديال مركز الطماطم وغا نرضها البوطة باش تشرب وهذا هو الشكل النهائي ديالها استقوني كتجي رائعة بحال هديك اللي كتتباع في المحلات انتمنى اعجاب ديالكم وشكرا على التعاليق ديالكم واتشجيعة ديالكم هذا هو شكل ديالها كتجي خاطرة من بعد ما رضيتها شربات تكل ما فوق البوطة الى وصفة اخرى نخليكم في امان الله الى وصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة